أجمة أمنية جديدة على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر السلطات تعتقل جاسر عبد الرزاق المدير التنفيذية لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية سبقه إلى المعتقل المدير الإداري للمبادرة محمد بشير الذي أدانت اعتقاله الخارجية الفرنسية لكن السلطات المصرية تحدت هذه الإدانة والقت القبض على ناشط آخر هو كريم عن نارا مدير برنامج العدالة الجنائية بالمبادرة تصعيد أمني هو الأول من نوعه على هذا المستوى منذ الحراك الشعبي المعارض في سبتمبر الماضي عربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاءه أوروبيا كشفت مصادر الدبلوماسية عن حراك يهدف لاتخاذ خطوات وصفت بالموحدة والصارمة على خلفية الهجمة الأمنية الحالية فهذه الهجمة على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاءت بعد أيام من استضافتها عددا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد في لقاء حول أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر تصعيد قراءته العواصم الأوروبية المتابعة للمجال العام المصري بحسب مصادر مطلعة على أنه محاولة لجس نبض دائرة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان في مصر كما ترى تلك المصادر أن النظام السيسي يحاول أيضا عبر هبب تصعيد تعطيل الاهتمام الأوروبي المتصاعد بإعادة التواصل مع المنظمات الحقوقية المصرية القليلة التي ما زالت قائمة ونشطة اهتمام عبر عنه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته الأخيرة للقاهرة بدعوته لضرورة أن يتنفس المصريون نسائم الحرية دعوة ردت عليها السلطات المصرية بإيداع من يتجرأ على تنفس تلك النسائم في غياهب السجن